السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وقمعة طيبة مباركة علينا وعليكم بإذن الله تعالى نسأل الله لنا ولكم القبول بإذن الله قدول فعاليات مهرقان الظاهر السياحي اليوم بإذن الله تعالى رح نزله حالكم في الستوري القادم طبعا هذا هو ولكن أيضا ليكون واضح بالنسبة لكم الستوري القادم رح يكون فيه فعاليات بإذن الله تعالى الظاهر السياحي حيالله بالجميع تعالوا استانسوا اليوم تبدأ الفعاليات بإذن الله تعالى من العصر من الساعة تقريبا أربعة ونص أو خمسة وبعدها بإذن الله تعالى من بعد المغرب أو حتى المغرب العصر اللي ما يحب يشوف الفعاليات اللي هي ركضة الخيل وإذن الدراجات وغيرها اللي هي فعاليات العصر بإمكانه يدخل داخل المهرجان أيضا ويستمتع بالفعاليات الموجودة داخل أرضية المهرجان وين الفعاليات المصاحبة؟ جنب مباشرة جنب الفعاليات المهرجان أو جنب أرضية المهرجان شيء مكان هناك اللي هو رملة السليف أو الرملة اللي موجودة بالقرب من موقع المهرجان تعالوا استمتعوا أنتوا وأولادكم ولأمور بإذن الله تعالى طيبة ونسأل الله لنا ولكم الخير والتوفيق يا رب العالمين هتكلم في السناب القادم بإذن الله تعالى عن فوائد مهرجان الظاهر السياحي فخليكم أيضا متابعين للفوائد اللي حصلنا لهن حقيقة وإحنا من اليوم الأول تعالوا أخواني هذا هو جدوى الفعاليات اليوم بإذن الله تعالى كبتشروا الشاشة وارسلوا لأحبابكم واللي حاب يزور اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الظاهر السياحي فحيال الله بالقميع مهرجان حقيقة يعني لقميع فئات المجتمع مناسب حقيقة للقميع فحيال الله بالقميع وتنورونا في محافظة الظاهر وتستمتعوا بإذن الله تعالى بالفعاليات فوائد مهرجان الظاهر السياحي خلق أكثر من مئة وظيفة للشباب الباحثين عن عمل خلال فترة المهرجان انتعاش الحركة الاقتصادية من خلال الزحمة اللي شفناها على المطاعم الزحمة اللي شفناها على الفنادق الزحمة اللي شفناها على المحلات التجارية الحركة اللي جتنا من داخل وخارج محافظة الظاهر زوارنا أيضا كان في زوار جاينا من السعودية أمس كانوا يدوروا أماكن حتى للسكن الأخ عبد الله دلوهم على فندق قالوا ان ما لقينا قال ممتلع جميع الفنادق والحمد لله ان دليناهم على هذا الفندق وجعل هذا الفندق وقالوا جايين خصيصا لمتابعة المهرجان الحمد لله رب العالمين فيا جماعة الخير يعني أيضا اللي يتكلم عن مضار المهرجان وانه فيه رقص ما فيه رقص وما فيه سفور فيه شوية موسيقى وتقرقيع وإسعاد للأطفال في قرية السنافر وفيه فنون شعبية أيضا تحدث الناس عن يعني بعض الأشياء الفنون اللي موجودة معانا وكمين ناقة وكذا وحاجات يعني يعني حاجات يا جماعة الخير موجودة في كل مكان تتحدث عن الموسيقى امنع ولادك عن يشوفوا التلفزيون امنع ولادك عن يتصفحوا التلفون امنع ولادك عن يخالطوا المكتب موجود موجود يا جماعة الخير ولكن الإنسان دائما أيضا ينتقي ينتقي الشيء اللي يناسبه فالله يعطيكم الصحة والعافية ومهرجان عبري ما اختلف عن أي مهرجان أقيم على أرض السلطنة خلال الفترة الماضية وكمراعاه لأيضا اللي هو مشاعر أخوان في فلسطين هذا الأمر ماخوذ بالحسن يحياكم الله ويسعد لي أوقاتكم عادل قساسي حياك حبيبي استاذي بوحميد متى تكون في المهرجان؟ إن شاء الله بإذن الله من العصر راح أغير وعلى طول هناك مهرجان ظاهر السياحي بإذن الله تعالى ترند 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 اليوم في كل مكان الحمد لله رب العالمين بنجاح فعالية هذا المهرجان الجميل والرائع الحمد لله فعالياتنا من العصر تبدأ بفعاليات للخيول أول شيء الخيول الدراجات النارية على رملة السليف مسرح أي والمسرحية اليوم عندنا مسرحية فعاليات في قرية السنافر مسرحيات وفعاليات للأطفال شيء علوم مسابقات عند صوب عمانتل هناك نفس الشيء نمشاركين اليوم يعني اليوم في قوائز في قوائز أيضا وأيضا القرية التراثية اليوم عندهم أيضا علوم وقوائز وكذا أرشادات أبو حمد الفعاليات اللي صايرة اليوم لو سويتن ما بتسدهم في سنافر ما سدتهن حتى منزله في بوست وأنا نزلته يعني ونزلته وللأسف طالع الكلام صغير من كثر الفعاليات عبد الله كيف الأمور مستعدين الساعة أربعة ونص إن شاء الله نكون هنا